أعوذ بالله من الشيطان الضجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فابتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله علالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفاغته إطعم عشرات مساكين من أوساق ما تطعمون أهلكم أو كسبتهم أو تحريق رقبا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من ذلك كفاغة أيمانكم إذا حرفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذابة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيع الله وأطيع الرسول فاحذقوا فإن تبليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم برماعكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد فأنتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بارغ الكعبة أو كفاغة أو كفاغة طعام مساكين أو عدل ذلك صيابا ليذوقوا بالأمره عفو الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البعر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فاتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة والبيت الحرام طياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السمابات وما في الأرض بأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب بأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حديم قد سأل هقم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا بصيلة ولا عام ولكن الذين كفروا يفتغون على الله الكذب وأفتغهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنسل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله ما رجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أعادكم الموت حين البصية اثنان ذوى عادل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضغبتم في الأرض فأصابتكم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فجوقوا سمان بالله إني اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذاقوا غبابا ولا نكتم ولا نكتموا شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحقا عليهم الأوليان فجوقوا سمان بالله لشهادتنا فجوقوا سمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فاتقوا الله فاسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عسى ابن مر يمذكر نعمتي عليك وعلى باردتك إذ أجدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكمه والأبغص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحباريين أن آمنوا بي وبغسولي قالوا آمنا فاشهد بأننا مسلمون إذ قال الحباريون يا عسى ابن مر جم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد اصخدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مر جم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا بآخرنا بآية منك فغزقنا بأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مر جم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع صادقين صدقهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وغضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السمابات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السمابات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طن ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمتغون وهو الله في السمابات وفي الأرض يعلم صدركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدغارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في طرقص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا صحق مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقوعيا الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيغوا في الأرض ثم انقروا كيف كان عقبة المكذبين قل لمن ما في السمابات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكنا في الليل بالنهار فهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السمابات والأرض فهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بقر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادا قل الله شهد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخضى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا بالله ربنا ما كنا مشركين انظروا كيف كذبوا على أنفسهم فظل عنهم ما كانوا يفتغون ومنهم من يستمع إليك واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجاددونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم بما يشعرون ولو تغائذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم كانوا يخفون من قبل ولردوا لعادوا لما دهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو تغائذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فضغطنا فيها وهم يحملون أوزاغهم على قهودهم ألا ساء ما يزغون وما الحياة الدنيا إلا ذاعب ولهب ولداغ الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت غسل من قبلك فاصغبوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المغسلين وإن كان كبرى عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لو لا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض بلقائد يطيغ بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الغلمات من يشأ الله يغلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فتنسون ما تشركون ولقد أغسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتورعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تورعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم مختم عذا قدوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف نصدف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يولك إن القوم الظالمون وما أن نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلاح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا جمسوهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما جوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخاطون أن يحشقوا إلى ربهم ليس لهم من دونه بلي ولا شفع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور الظحيم وكذلك نفسقل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ظللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لا قضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في غلبات الأرض ولا غطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه ما رجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا فهم لا يفرقون ثم غدوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البدر والبحر تدعونه تضبعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم من هذا من كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك فهو الحق قل لست عليكم ببكين لكل نبأ مستقر وسوف تعدمون وإذا غأيت الذين يخوضون فيه آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي عندك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهبا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخر من هؤلئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا بلا يضرنا فنرد على آقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استاهفته الشياطين في الآغوض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى فأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة فاتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السمابات والآغوض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في صور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آثر أتتخذ آفنا من آلهة إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السمابات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفنين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بنيء مما تشركون إني فجهت وجهي للذي فقر السمابات والأرض حليفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشغطتم ولا تخافون أنكم أشغطتم بالله ما لم ينسل به عليكم سلطانا فأي الفريطين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أطيناها إبراهيم على قومه نغفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وبهبنا له إسحق وعقوب كلا هدينا فنوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وأيوب ويوسف وموسى وهاغون وكذلك نجس المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإنجاس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوق وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخبانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبطان هم كانوا يعملون أولئك الذين آتناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد بكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهده مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسانورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبتونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه باركم مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افتغى على الله كذيبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمغات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزونا عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولا قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرق وتردتم ما خذلاكم مغاء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شراكاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب وأنما يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح فجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدر العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فسقلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فسقلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخر من قلعها طلوان دالية وجنات من أعلاف والزيتون برغ ما لمشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثبره إذا أثمر فينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السمابات والأرض أن يكون له بلد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصفج في الآيات بني يقولوا درست فلنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو فأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشغقوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدبا بغير علم فذلك سينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرغة ونذرهم في قرية لهم يعملون وهم يعملون وهم يعملون وهم يعملون